صنعاء القديمة وفكرها المعادي لكل ما له صلة بالتاريخ اليمني والتراث الثقافي والفن المعمري نهج تتبعه الجماعات الإرهابية المتطرفة التي دمرت المعالم الأثرية والفنية حيثما حلت وليس ما جرى في العراق وأفغانستان ببعيد شعارات عنصرية تعبوية شوهت وجه المدينة الحضاري والتاريخي وجمالها المعمري الفريد وهو ما اعتبره مراقبون إهانة لوجدان اليمنيين الذين يفخرون بتراثهم الحضاري فالحوثيون لا يستأذنون أحد عندما يكتبون شعاراتهم وطلاصمهم بالطلاء الذي يغلب عليه اللون الأخضر ليشوه المدينة في حين يفرضون سطوتهم ممارسة القمع ضد من يعترضهم ويكيلون لهم التهم الكيدية هذه الألوان باتت تشكل مظهرا لوجود الميليشيات العنصرية وشوهت المدينة مخلفة آثار كارثية قد تهدد بإخراج صنعاء من قائمة التراث العالمي نتيجة تحويلها إلى ثكنة عنصرية وبؤرة لجماعة الموت الحوثية وبما يشوه جوهرة من جواهر التراث اليمني القديم والمعاصر منظمات محلية ناشدة الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالتربية والثقافة القيام بمسؤوليتها لحماية مدينة صنعاء القديمة من ممارسات ميليشيات الحوثي وممارسة الضغط عليها لتجنيب المدينة الصراعات والتوظيف السياسي والعنصري لمحتوياتها التراثية والثقافية لم تقتصر إذن انتهاكات وجرائم الميليشيات على قتل البشر وإنهاك كل سبل الحياة بل امتدت إلى تدمير الحجر وامتدت أيديها إلى تشويه الفن المعمري والحضارة وتاريخ عريق نحته اليمنيون منذ آلاف السنين وأن لها تحقيق ذلك بعد أن انكشفت حقيقتها لكل اليمنيين